أقامت مدرسة دير اللاتين في بلدة اسماكية بمحافظة الكرك جنوب المملكة قداساً إلهياً على نية خريجي المدرسة ترأس القداس الأب أكرب مشار بشرع الكنيسة هناك وبحضور الأخوات الراهبات ومديرة المدرسة إلهام حددين والهيئة الإدارية والتدريسية في المدرسة وكذلك أولياء أمور الطلبة وقد رفعت الطلبات خلال القداس على نية الخريجين وذويهم بجو من الفرح والخشوع وفي نهاية القداس تبادل الطلبة الصور التذكرية والتهان القلبية مع الحضور